فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض من المعاصي انتشرت بين المسلمين وصاروا لا يبالون بها في كل مكان كشرب الدخان مثلا فهل يتعين على أفراد المسلمين الإنكار لمثل هذا المنكر أم أنه يترك لكثرته لا ينكر مع الإنكار ينكر للوعظ والتذكير وبيان مضار الدخان وآثاره السيئة أوضح لهم هذا وإذا لم يقبلوا فلا تجلس معهم ابتعد عنهم لا تجالسوا